أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل وتنمية الاجتماعية أن ممكة البحرين تولي اهتماما بلغا بذوي الإعاقة لضمان توفير الحماية والرعاية الشاملة لهم والتمتع بمساواة حقيقية في المجتمع مشيرا إلى أن وزارة العمل وتنمية الاجتماعية تقدم خدمات عديدة للأشخاص ذوي الإعاقة من حيث الدعم المالي بالإضافة إلى توفير الخدمات التأهيلية والاجتماعية والترفيهية والنفسية والصحية وكذلك توفير الأجهزة التعويضية المساندة وضاف حميدان أن الوزارة تعمل على إيجاد وظائف تتناسب وقدرات وإمكانية الأشخاص ذوي الإعاقة مع توفير التدريب اللازم والحاقهم بسوق العمل من خلال مركز خدمات المعاقيين لاستوحدك بالإضافة إلى إصدار بطاقات تعريفية لكافة الأشخاص من ذوي الإعاقة والمسجلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والذين بلغ عددهم ستمائة وثلاثة أشخاص في العام الماضي ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر